كنت بتفرج على بقلب كده في الفيديوهات فوقع قصادي فيديو لرجل سوداني أنا الحقيقة للأسف في الفيديو ما كانش مكتوب مين هو الرجل السوداني ده أديب أو صحفي أو أنا حسيته كده حسيته أديب أو حسيته يعني مؤحد من المثقفين يعني قال كلام يعني عجبني جدا ولفت نظري جدا الناس اللي مش عارفة توقف وتاخد وقفة في موقف زي ده ويمكن أنا قلت قبل كده أنه ده موقف تاريخي وأن التاريخ بيتكتب دلوقتي وكل واحد هياخد نصيبه وكل واحد هيتكتب وقف فأني جابها في التاريخ التاريخ ما بينساش وما بيرحمش من البون أسبا فالتاريخ بيتكتب دلوقتي في الدقيقة اللي احنا بنعدي بيها دي وفي الساعات اللي احنا بنعدي بيها دي التاريخ بيتكتب حقيقي فقال إيه الراجل السوداني ده؟ قال أنتو ليه ليمين على العرب أو على الناس اللي ما وقفتش جنب غزة أو ما وقفتش جنب فلسطين ده شرف شرف ربنا بيختار الناس اللي يديها شرف ده هو ربنا ما تدهمش الشرف ده ما تدهمش شرف أن هم يقفوا جنب قطاع غزة ويقفوا جنب فلسطين ما شافهمش يستهلوا هذا الشرف فأنتو طالبين منهم ليه حاجة ربنا ما شافهمش مناسبين ليها الحقيقة الكلام عجبني جدا وقال على قطر الزا وعلى فلسطين والناس اللي جوه هو كده كده ربنا كاتب له من نصر سواء بيكو او من غيركو ربنا كاتب له من نصر ودي حقيقة هو ربنا كاتب للناس دي من نصر وإحنا مؤمنين بكلام ربنا وعارفين إيه اللي هيحصل ولكن كل واحد هياخد نصيبه من التاريخ ونصيب كل جابها وقف قصادها قنوات الإخبارية اللي بتطلع تقول على الشهيد قطيل والله هو مش مش شهيد طلع قطيل اللي بتساوي ما بين القضية السهيونية والقضية الفلسطينية وبيتكلموا عنهم كانهم الاتنين زي بعض اللي بيطلعوا يقولوا المقاومة اللي عملت وساوت 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 أنا بتكلم عن المقاومة بشكل عام انتوا مع مين مع مين ضد مين فالحقيقة ان كلام الراجل ده عجبني جدا وحسيت فعلا انه مش اي حد ربنا يديره الشرف ده مش اي حد ربنا يديره شرف ان هو يدافع عن الاهالي في قطاع غزة والاطفال والنساء وربنا مش عايز يديهم الشرف ده المهم مش مؤهلين ياخدوه موضوع بسيط لكن هتيجي ناس مؤهلة تاخدوه انا نفسي اشوف بس الايام دي يعني نفسي اكون شهدة عليها ولكن بقى الاصوات اللي بتطلع اللي احنا بنتكلم عنها دي ليه اسمي ما تستهلش ان احنا نتكلم عنها اللي بتطلع تقولك اصل اصل هما من حقهم يدفع عن نفسهم وللأسف الشديد يعني انها مصرية هو انت عندك شك ان الارض دي ارض فلسطينية عندك شك ان الارض دي ارض فلسطين عندك شك ان الارض دي محتلة حد عنده شك ما فيش شك بتتكلمي ليه اصلا اسكوتي اسكوتي خالص خالص وفي ناس متخصصة تعرف الاهداف اللي وراكوا ايه وتعرف ميه اللي زائقكوا وتعرف ايه المكتسبات اللي انتو بتاخدوها وراك الكلام ده انتو بتكسبوا من وراك الكلام ده بتكسبوا فلوس كتير فانا عايزة حد متخصص يدخل يقول لنا اللي بيسمي نفسه ناشط اصل موضوع ناشط ده برضو انا ساعات ما بفهموش يعني انا بعرف ان فيه حد بيعمل حاجة في بعض لكن طبعا فيه ناس كويسة يعني ما نقدرش ان احنا نعمم لكن اللي بيسمي نفسه ناشط ده ويطلع يقول ايه عبس يقول عبس ويعمل فتنة ويحاول ان هو يعمل فتنة ويحاول يقول كلام مستفز عشان عايز يتشهر وخلاص او عايز ياخد مكاسب مادية من دولة اخرى ما ده الموضوع كبير كده الموضوع مش صغير على الفكرة موضوع كبير جدا وليه دلالات كتيرة جدا وممكن يترفع اواضي عنوانها مرعبة جدا عنوانها خطيرة ممكن يترفع اواضي على الناس دي عنوانها خطيرة واتوادي وراء الشمس ترجمة نانسي قنقر